أعلن معالي مطر الطير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إنجاز وتنفيذ تطوير أربع محطات للعبرة التراثية في خوردبي بهدف تحسين تجربة مستخدمي العبرات ورفع متطلبات الأمان والسلامة في محطات النقل البحري التي يستخدمها أكثر من 14 مليون راكب سنويا وتنفيذ متطلبات كود دبي لأصحاب الهمم وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة بردبي من نسبة 33% وقال الطير يأتي هذا المشروع في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها الهيئة لتطوير منظومة النقل البحرية التي تعد وسيلة نقل حيوية في إمارة دبي ويشكل إضافة نوعية لقطاع النقل البحري في إمارة دبي وتشمل الخطة تطوير أربع محطات هي محطة بردبي النموذجية ومحطة سوق ديرا القديم ومحطة سوق دبي القديم ومحطة السبخة ترجمة نانسي قنقر